بسم الله الرحيم والصلاة والسلام وعبوث رحمة العالمين الفضل العظيم لكثة الاستغفار يوميا كم وردك من الاستغفار يوميا لأسف بعض الناس أو كثير من الناس الآن لا يسألها ورده من الاستغفار ربما لا يستغفر رب العالمين سبحانه وتعالى إلى سلسة مرات بعد كل الصلاة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله فقط لكن أين وردك؟ ما فيش ورد هو لا يعلم أنه يعني يخسر سوابا عظيما ومنزلة عظيما في الجنة وكثرة الاستغفار يعني تمحي كثير جدا من الزنوب التي ربما تكون سببا في دخولينا جهنم يعني ألن أستحم رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أين الحياء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يا أيها الناس يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوبوا إلى الله وأستغفروه في اليوم مئة مرة وصحابه رضي العام كانوا يقولون كنا نعده أو كنا نعده نعده كنا نعده لرسول صلى الله عليه وسلم مئة استغفار أو سبعين استغفارا في كل مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم خمس مجالس مع الصحابة في صحات الجماعة ده غير مجالسه عليه الصلاة والسلام مع زوجاتي في البيت غير السوق غير 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 الرسول صلى الله عليه وسلم بيستغفر كم مرة في اليوم هو معصوم الرسول صلى الله عليه وسلم بيستغفر كم مرة وانت بتستغفر كم مرة. ملاش ملاش الرصوص على السلام. انظروا للصحابة. الصحابة يضاعنا. واحد من التابعين اسمه مكحول. من كبار التابعين. ومن كبار المفسير الكرآن. كان مكحول كان مكحول اكثر ناسي اكثر التابعين استخفارة. كان بيقض ربيه المثل من التابعين في كاسة الاستخفار. يعني عشرات الالوف من المرات كل يوم. شوفوا مكحول بيقول ايه. لم ارى احدا اكثر استخفارة من ابي هريرة. مايني سيدة ابو هريرة اللي كان بيتصبح كل يوم اتناشر الف تسبيحة. بس سيدة وهريرة كان بيستغفر كم مرة في اليوم. وانت بتستغفر كم مرة في اليوم. انا استحي من الله سبحانه وتعالى. قلت ذنوبهم وكثرت استخفارهم. وكثرت ذنوبونا وقلت استخفارونا. هنأبرد بنزلهم اليام. واحد من التابعين كان ويرده اليومي اربعين الف استخفار. اربعين الف استخفار. واحد التابعين قال ازنبت زنبا فاستخفرت عنه ربي مائة الف مرة. مائة الف مرة. والله في واحد من الاخوة احسبه على خير. كتب لي في التعليق انا باستخفر ربنا كل يوم خمسين الف مرة. قلت له انت اكثر اهل الارض استخفارا. ان كنت صادقا يعني. وحسبه صادقا يعني. فكم ويردك اليومي من الاستخفار. الاستخفار هو مناقب لا تحصل. اولا اولا اه 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 اه. ربنا صلحة تعالى نجيك من كل مصيبة. ويجعل لك من كل مخرج. ويعني يزيل عنك الهم والغم. ويبدو له الفرحا وسعادة وسرور. شوف الحديث ده الان بيقول ايه? ما اللازم الاستخفار.رعنصة عاصف عاصفه يقول ايه؟ ما اللازم الاستخفار. جعل الله له من كل دقيقه بقى كل همل للفرجى ومن ديق مخرجه. خلبي المان اتكلمتة لازم. ايش معناها لازم يعني لازم يكون لو ايك يوم كبير عزيم منه. ما اللازم الاستخفار لكن هده ما بيلزمش انيما الملوش ورد كل يوم يبقى باش ه fått يجعلهم من كل ديقه. من كل دايق مخرج ومن كل هم이�女 فرج. يبقى لازمك يقول لك يوم من الاستخفار. ما اللازم الاستخفار جعل الله له من كل هم فرجة ومن كل ديق مخرجة. يعني كل مصيبة تقع فيها. تربنا ان اجيك منها. دي اعد ما قبل اقول. كل هم كل هم يصيبك بازن الله يبدل فرح وصور. الحاجة التالتة ويرزقه من حيث لا يحتسب. جاي لك رزء. لان ما ايه الشيء اللي بيننا عن رزء? الزنوب بالمعاصي. العصاصة بيقول في الحديث ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يبقى فيه رزق نازم السماء فعلا نازل خلاص. ينزل 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 يرفع مرة اخرى. ما ينزلش. يأمر الملائكة بعدم نزول. ده ده فعلا بالقضاء والقضاء. في قضاء في كان فيه رزق نازل. لكن في القضاء في اللوح المحفوز اللي ربنا سبحانه وتعالى لا يطلع اولئي احد الا الا رب العالمي سبحانه وتعالى حتى ما يليك تطلع عليه. مكتوب انه هيوحرم من الزنب الفلاني في اليوم الفلاني اللي كان خلاص نازل بسبب الزنب اللي عمله. لكن انت لو تستغفر كل يوم هتخسل ظنوبك او البول هذا يكون سببا في نزول بسط الرزق. يعني وارزقه وارزقه من حيث ويحتسب. المرقبة الرابعة كم المتقين. يعني ربنا يقول في صوت الطلاق. ويتق الله هاجعل الله مخرجا وارزقه من حيث ويحتسب. نفس الكلام اللي وجود في الحديث ده. قال له انسان اذا اكثر الاستغفار يدخل بإذن الله يكون من المتقين. ولا تدخل الجنة اذا كان لك حد ادنى من اتقوا. وسيقى الذين اتقوا الى الجنة زمرة. مارش سيقى الذين امانوا. زلك اه ويسخرون من الذين امانوا. بعدين قال ايه والذين اتقوا فوقهم ما مقامش ولذين امانوا. لأنك ربما يكونوا مؤمنا وادخل النار. لحد كسير من الناس الان اعدانا لله سبحان وتعالى. مؤمن مؤمن. يقول لا الله رحمة الله وادخل النار. لكن لو انت اكسرت الاستغفار. تكون عندك حد من ادنى من التقوى تدخل الجنة. لان لانت تدخل الجنة اذا كنت تقطقيا. الحاجة اللي بعد كده. آآ صحفتك لما تشوف يوم اليامة تسعد به. شوف سيدنا سيدنا الزبير ابن العوام يقول. يعني سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. من احب ان تسره صحيفته يوم القيامة فليكسر من الاستغفار. يعني لو عايز اعمالك او ما تفتحها. تشعر بالسعادة تمنورها. لازم تكسر من الاستغفار. تكسر من الاستغفار. المنزلة بعد كده طوبة. طوبة دي منزلة عالية جدا في الجنة. فجاء في الحديث طوبة لمن وجده في صحيفته كسير استغفار. كسير استغفار. مش استغفاروا خلاص. كسير استغفار. المقابل بعد كده كسرت كسرت الامطار. كسرت الامطار. لذلك الامام حسن البصري واحد والامام حسن من التابعين. لما الواحد كان يخش عليه يشتكيله من قلة المطر. عنده ارض والمطر ما منزلش او من الجاذبة والق mustard. يقوله واحد اختاني يقوله يا مقدورين هاء من قلة العيال. يقول له الاستغفار واحد يقوله لا ينجب. يقول له استغفار. واحد ثالث يزرع الارض ومتطلعش زرع. يقول له اكف ان الاستغفار. واحد تاني عنده ندرة. ندرة في الماء. النهر ما ما بيفيتش. الماء ما بيفيتش. يكف ان الاستغفار. فهنس بتستعجّب. كل حاجة استغفار استغفار. لهمuf تسمعوا القول القرآن بصورة نوح وَيَا قَوْمْ يَسْتَخْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بَأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا النهر يفيد وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَهِ تَرْجُونَ لَلَّهِ وَقَارَةً الذي لا يُكسب الاستغفار لا يؤقل الله سبحانه وتعالى حق التوقير ما هو اسمه الغفار ليه؟ عايزنا لاستغفره فيغفر لنا غفور الرحيم سبحانه وتعالى فكل هذي مناقب الاستغفار قوة البدن والصحة يجي القرآن يفصل بعض و بعض يجي في سورة هود سيدنا هود يقول لقومه ويا قوم يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يُرْسِل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين بسورة هود بل لفس الكلام هو سيدنا هود يقول برضو يقول لك أنك لو أكثرتم من الاستغفار هذا يكسر المطر ويزدكم قوة إلى قوتكم القوة دي تحتمل قوة البدن أو القوة في الغلبة وفي الحضارة قوة عامة وقوة خاصة لأن سيدنا عبدالله بن عباس أو العباس بن عبدالطالب أو نكون هذا المقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الحسنة نور في الوجه وضياء وضياء في القلب أو ضياء في الوجه ونور في القلب يعني ضياء في الوجه ونور في القلب وقوة في البدن وكسرة في الرزق وإن للزنب أو للسيئة أو العز بالله سواد في الوجه وظلمة في القلب وضعف في البدن وقلة في الرزق فإذا أنت لما تكسر من الاستغفار إبقى عدت لو فيه سيئات تضحى السيئات لكن سيئات مفيش استغفار نحن غارقون في الكباء ونحن غارقون في الزنوب الكسير مننا ربما الكسير مننا تجلب له النار كله ومكسد الزنوب ببنك حسد وحقد وغيبة ونميمة وتخصير في الأمر المعروف وأنها المنكر فائل سنة الناس كسيمة الناس الآن يصبوا يلعن يعني والنظر المتبرجات في الطرقات وعلى التواصل الاجتماعي نحن غارقون في الزنوب ينجيك الاستغفار لازم يكون لك ويرضى عظيم الاستغفار كل يوم فأنا أكتب لكم المراقب العظيمة كلها تحت الفيديو سخون شرون نرش هذا العلم في ثاب العظيم ونعلم علما في الله أجرم عام بيها من القيامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة